موسيقى لتوليد الطاقة الكهربائية لتوليد الطاقة عن طريق هدي نحاول نقتني الكلمات عن طريق تحويل هدا و المهم تحويل طاقة الجاذيبيو طاقة المغناطيسية الكوبرى ماشي المغناطيسات الصغر اخصى المغناطيسات اللي عندهم دي كاركتريستيك و عندهم مميزات خاصة كي تسمو لزيمو النيوديم الناس اللي ما عارفنش لازمو ان نيوديم يري ياخدوها يتقبلو هدلونيوديم رسمية دي لواحد المعدين كي تسمى لونيوديم اللي داخل في الإطار دي لتوربة الناديرة الاتغ غاغ ما يشوفوش هد المسألة هدي باش ما يحاولوش يركزو عليها يركزو على المغناطيس يعني مغناطيس هيرو عنده واحد القوة كبيرة كي تسمو سوبر مغناطيس دونك هد الجهاز كي حول هد جوجل النورة علميا طاقة ما كان ولدوهاش وما كان نجوهاش طاقة كي نحولوها أي طاقة أي طاقة كيف مكنت في الكون رادك شي لخلقنا الله راه في الكون راه هو اللي كين كيد زاد ما كيت نقص طاقة اللي في الكون راه اللي في الكون عممت الكون ما بلش نظري على الكرة الارض يعني باش كن جواب اجمالي وعام طاقة اللي كينة راه اللي كينة غير كتحول كتكون طاقة حرارية كتولي طاقة حركية ولا طاقة حركية كتولي حرارية ولا حرارية كتولي طاقة في شكل آخر يعني كن مزيف دي الأشكال دي للطاقة غير أشناية الطاقة اللي كانت تحكموا فيها حناية الطاقة الكهربائية اللي قدروا نقطعوها نزيدو فيها نزيد شوية فضو نقصدو هذا كانت تحكموا فيها يعني عن طريق استغلال أشكال أخرى اللي من الطاقة الحالة ديالي في المشروع ديالي في الفكرة ديالي أو في الاختراع ديالي هاد الجهاز كيعمل على تحويل جوجة الأشكال ديال ديال الطاقة اللي كان يعدنا في الطبيعة وكنتحكموا فيهم وما كنصرفوش عليهم يعني ما كيكلفوناش بحال شكل ديال الطاقة الرحية را كيكون تكلف غير مرة اللي ولا مني كتحت داك الجهاز ولا ديالياليوليين بون كيكونوا تكلف جانبية ديال ديالانتخوتين ديالبزاف ديالحواج ما كان ندروش على هاد الأمور ما الانتاج تيكون البرد يعني الريح اللي تيكون شي حاجة اللي كتوهبا لنا الطبيعة يعني الطبيعة اللي عطينا اللي عطينا هاداك الريح طاقة الشمسية نفس شي كتحط اللوحة الشمسية ما كتصرفش علىها كتصرف على باش تصنعها المرة الليولى ديتخافوضون تخوتين لا ممشوز ما الطاقة الشمسية يعني كي يجيو الأشياء ديالالشمس اللي طابعة وهابت لنا أمور ديال الطبيعة نفس شيء في المشروع ديالي طبيعة الخلاة تكونوا تكلفة إنتاج بدائية باش ننتجو الجهاز هادشي مفروغ منو ما من بعد احنا كنمتصو طاقة ديال الجاديبية جاديبية شي حاجة اللي موجودة و بين قوسين طاقة ديال الجاديبية را ما عادش نستفدو منها غير في الفكرة ديالي را كنستفدو منها فليفاراج يعني را سد فاش كتفتح الفان را كي كنما كانش الجاديبير ما عادش يتخوى لما من الفان بديك لابريسيان باش كيتخوى لي كدورنا لاتييلüberuh باش كنا نخرجو طيار كهربائي يعني في ضل الطاقة ديال الجاديبية ماشي غير الجاديبية يعني كل ما كان الشمس يعني الطاقة الحرارية كاتجينم الشمس ليا كندبخر لنا لماذا الليبحار واوكي تطلع واوكي مستطوكها في المهرج يعني مكمنش تعتمد عالطاقة الديال الجاديبية بوحدها اجه ما � hihis العالي الجاديبية غير بوحدة مكمنش تعتمد يعني كل ما كانت شي طاقة أخرى اللي كتعود لأن الجاذيبي غطعتك طاقة من واحد النقطة لواحد النقطة وصلت تسالت حبسات مقاش الجاذيبية تسالت كل شي تفرينة كل شي حبس باش تجدد عودتاني هادك هادك ديك الطاقة الجاذيبي باش تجددها تاني باش تكون متجددة وتولي غوسي كلاب ولا تولي بغيوديك يعني دورية خصوحة الطاقة أخرى اللي في المسألة دي اللي بارج الطاقة الحرارية اللي كتعني شمس في المسألة دي المشروع دي اللي الطاقة الميغناطيسية لأن الميغناطيسات بالتركيبة ديالهم وبالدمج ديالهم في الجهاز كي يمكنو لنا باش نعودو نغوسيكلي ولا نعودو نغجينيغي هادك الحركة ديالتقد لأنكيكونوا كوتال كي هبطوم للفوق اللي تحت داك البوتونسيال داك الجود باش كي يبطول تحت كان ما تصوح حنا يا كان تصوح لشكل طاقة حراكية اللي كتعني طاقة كهربائية ولكن باش نعودو نجددو على داك لو سيكل كل ما كانتش طاقة الميغناطيسية اللي او اللي في الحالة الاخرى طاقة حرارية في الحالة ديالي باراج نحن لدينا طاقة ميغناطيسية هذا كتسمى الانالوجي يعني في فالفزيسيان كان تسمى الانالوجي الانالوجي او نماذج متناظرة يعني بالتناظر بالشكل ديالتناظر بالتركيبة التركيبة اللي كينا في الجهاز ديال الميغناطيسات بالتركيبة الهندسية ديالهم هي باش نتمكنو باش نعودو ديكلاماس اللي هبطت لنا من الفوق اللي تحت كان نعودو نطلعوها بفضل جديبة كتعود تحبط بالميغناطيسات كتعود تطلع ألو تساؤل اللي غاي تساؤلو الفيزيائيين ولا المهندسين ويقولك وهذا موفمون بخبتول يعني حركة أبدية كنقولو من لا لا يعني هاد الميغناطيسات أولا بحت المدة ديال عشر سنين بحت حتف دي تيز دو دكتورة كان ندرت أبحاث باش ندير دراسات على الحقول الميغناطيسية كان ندرسها ما شو بدو كدراسات اللي اللي مبدئيا كنشوفوها في يعني في في الكوليات المغربية ولا في المدارس الأولية كان العلم العلم اللي على بوغت دو المند ما كنش حاجز متى التكنولوجي 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 ماشيت صافرة لتوركي ماشيت صافرة للصين شفت ماشيت ماشيت كي تصنعوا هاد لازيمون وطرحت التساؤلات اللي كانوا عالقين عندي باش نطور مشروع ديالي طرحت التساؤلات وشفت حتى كيفية صناعة ديال هاد لازيمون كيفاش كي تصنعوا وشفت حتى يجبتهم معي دخلتم من المغرب يعني حتى الشخص اللي غدي يقول هاد لامو هاد المغناطيس وشغي يبقوا عيشين مدى الحياة لا يريد أن يتفرعون من الحقل يتفرعون بطريقة أو بأخرى لا يمكن أن ندخل في هذه الحياتيات مهما يتسمى تشويه المجال المغناطيسي لأنه يقلون تشويه يتشويه لا يمكن أن يوقف المسيطة كما قالت أنه يتوقف المسيطة ولكن يتوقف المسيطة لا يمكن أن يوقف المسيطة على ما ندخل المسيطة ويجعلون المسيطة من الشهرين حتى الأمر ومن المسيطة لا يمكن أن نتوقف المسيطة فلن تشويه المسيطة وهناك فطريقة على طريقة سترى أدريهم كيف تصنعهم غير مفيد لا يوجد شيئا لأنه ترى أنه لا يمكن أن نشرح ما أن؟ هذه هي تلكنولوجيا لا يعلم تلكنولوجيا ويمكن أن تلك المغناطيسات نعود إلى جددهم هذا هو الربح في المشروع ويمكن أنها تجددهم لا تنزيل أو أن يدخل يعني هنا غادي نزيد نتجرأ وغادي نلحلك واحد الجملة لأن مع التسعود والتسعين في المائة ما غير يفهموش إلا الفيزيائيين وأنه فاش تحدثوا الناس على كنت يقولك طاقة طاقة غير متناهية ما كانتش حاجة اسمتها طاقة غير متناهية كانت طاقة قوية أي حاجة متناهية ولكن فاش كان خرج من المحادي الميدان ديال للخزيك classique لكنا الحريب الفيزيك classique الفيزيك classique وكنا الحريب الفيزيك quantique الفيزيك quantique فاش كان وليو كان دخلو للي particules ينتيقل جزيائت الإلكترون أو الإُّعَوْلَىْلَمْ الإِلُوتorno أَكْسَتَرَا كان وليو كان هدرو على الشيء أمور اللي تقدر تكون غير خاضعة الفيزيك الكلاصية أول مرة كنت أدر بادلوا لنغاج في الصحافة هادرتوا في لقاءات علمية وحوارات مع فيزيائيين ومهندسين أول مرة كنت أقولوا في الصحافة عرفت بأنه أغلبية الناس مغللش يستعبوا هذا الكلام يعني هذا جواب للناس اللي تيقول لك الموفمان ببربيتويل را حركة أبادية را ما غادش يدور ما غادش يخدام هذا كان واحد القانون في فيزياء الكلاسيكية كتسم الله دوزيام لوادو الاتير موديناميك اللي متافق معا متافق معا ولكن أنا فاش كنستعمل لزيمون باش نعود كان نخدم ورادرنا واحد النموذج بسيط واحد جريبة اللي الحمد لله اللي نجح لنا على لزيمون ما كانش لنا الإمكانية باش نصاوبوا لوموديل كامل ما خدمنا بلزيمون اللي جبت معايا كنج بتوما ياملا تيركي درنا ديزيسي الحمد لله المجان الميغناطي سيخدم لنا كيف ما بغيناه كيف ما بغيناه وكان واحد المؤشير إيجابي وكبير اللي الحمد لله كيزيد يعطينا واحد كيعطينا واحد واحد القوة كيعطينا واحد الشجاعة باش نزيدو واحد العزيمة باش نطورو المشروع اللي قدام تطورت المشروع ما سهلش إمكانيات كبيرة كنا نضعو على ملايين ديال الدرايم باش غضي نطورو المشروع و الحمد لله مني وصلنا لاد المرحلة وصلنا لاد المرحلة ديال عدم الرجوع هادي مرحلة عدم الرجوع ما بقيش مشروع ديالي بوحدي ولا مشروع ديال المغربة كاملين لأنه المغربة كلهم تتكلموا على هذا المشروع كل شي كيسول كانت تكلم على تسعود وتسعين في المياه الحمد لله من المغربة مكان ندرش على الناس اللي سلبيين في الأفكار ديالهم لأنه السلبية ما عمر كتخلي الإنسان يطمح ما عمر كتخلي الإنسان يزيد القدام و ما عمر شي واحد وصل لشي نتيجة بلما يكون الدباق ديالي حولهم يعني اللي حلم ممكن يوصل أما اللي ما حلمش معمره ما يوصل يعني ربما الحلم مشروع وخصوصا في المرحلة هادي يعني المرحلة الدقيقة اللي وصلنا في المشروع الحلم تيزيد كبار والواقعة تيزيد يقرب والصعوبات كينين رغم الصعوبات كينين صعوبات مش ما كينينش الحمدلله العزيمة أقوى من الصعوبات شكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر